ظهرا اللي عيبه عرفه ان مجلس ادارة نادي الزمالك اما سيستقيل او سيقال فقالوا احنا لسه هنتحط في حتة ان ييجي لجنة جديدة تقعد معانا على الاقل عشر تيام علشان تدرس الموقف المالي وتيجي تخرج تقول لنا مفيش فلوس وتيجي تغير توقعات وتحط توقعات جديدة فنبدأ نطلب بمستحقاتنا فعقبل ما ناخد مستحقاتنا نستنى اسبوعين ثلاثة طب ما نسأل بقى من دلوقتي نلحق اللي موجودين قبل ما اللي ييجوا يقولون احنا مش عارفين ده فنيا وده كالعادة ليلة مباراة من مباريات الدوري مقدرش هنا قلوم لعيبة الزمالك مقدرش اقولهم لعيبة الزمالك اللي بيطلبوا بحقهم واللي طبيعي انه هم عارفين انه هم المتأثر الاول باي تغييرات ادارية ممكن تحصل ده ظهرا مثاء لجنة ادارة نادي الزمالك المكلفة بالادارة من جانب وزارة الشباب ورياضة بعد اقالة او بعد تجميد مجلس ادارة نادي الزمالك السابق بتعلن هي بنفسها استقالتها من ادارة نادي الزمالك علشان تبقى الخطوة اللي بعد كده هو تعيين لجنة جديدة لادارة نادي الزمالك تستمر لحد امتى؟ تعلموا بعض بما ان المعلومات غير متوفرة بنسبة 100% نطرح بعض التساؤلات وننتظر بعض الاجابات عليها خلال ربما الساعتين دول او ربما ما بعد مباراة الغد ما بين الزمالك وطلاقع الجيش او ربما بعد نص ساعة بس يعني في وجود ضيف من ضيوفنا الكرام وهو عضو من اللجنة اللي اعلنت استقالتها من شوية داخل نادي الزمالك الدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بادارة نادي الزمالك الزمالك نطرح تساؤلات هل ممكن الاجابة تبقى النهاردة هل ممكن الاجابة تبقى بكرة هل ممكن الاجابة تبقى يوم الجمعة هل ممكن الاجابة تبقى الاجابة بقى اللي هي الخاصة بالاستقرار والهدوء تبقى بعد ثلاث شهور بانتخابات وهل ممكن تبقى لأ بعد سنة بانتخابات متأخرة سنة علشان مفيش وقت الانتخابات في معادها الطبيعي كلها تساؤلات فعلا لانه الاجابات مش متوافرة اوي يعني ما لدينا هو بعض التكاهنات او بعض التقارير او بعض المعلومات غير الموثقة اللي بتقول مثلا انه في ناس مشيت هل هما مشوا بمزاجهم ولا مشوا بقرار استقيلوا عشان ما يبقاش الموضوع اقالة هما بيقولوا ان احنا اللي استقالنا لكن احنا استقالنا بدلي عن الوقت اللي كان المفروض نستقيل فيه كان المفروض اعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مثلا يبقى قرار الاستقالة بكرة من جانب الوزارة علشان يبقى ما بقش تأثيره على مباراة الغد لكن هما مثلا اسم او اسمين طلعوا استقالوا فاعلنوا ده قبل المباراة فالوزارة هتعين الاسماء اللي بعد كده امتى ممكن يبقى بكرة الاسماء اللي هتعلم بعد كده اصلا مين قلنا من شهر تقريبا من قبل مباراة الاهلي والزمالك الاولانية انه الكابتن مثلا حسين لبيب مرشح ليتولى مسئولية اللجنة الجديدة وقلنا مثلا انه في كلام على اسماء اخرى زي الاستاذ هشام برزي وزي اسماء تانية برضو موجودة اعلنت في المرحلة الماضية زي الاستاذ محمد الاتريبي مثلا استاذ هاني برزي اسماء ما بين زمالكوية من نجوم رياضة ما بين رجال اعمال منهم مثلا الاستاذ هاني شكري وغيرها لكن حتى الان لا معلومة مؤكدة ما بين اسماء من اللجنة الحالية تستمر في اللجنة المقبلة زي مثلا الدكتور حسين لبيب لا الدكتور حسين السيمري عفوا زي مثلا الواقع مدى عبدالعزيز انه ممكن ترح عليه امر انه يستمر ولم يبدي موافقة او رفضا واضحا يعني طيب هو المصلحة مين اصلا كل ده هو اصلا التغيير اللي ايه ممكن يحصل التغيير المنطقي الوحيد اللي كان ممكن يحصل هو اما استقالة مسببة من جانب اللجنة اللي موجودة انا عايز استقيل زهقت مش عارفة دير او انه علشان الليحة تم ابطالها فلازم يتم الاعلان او تشكيل لجنة بالليحة الاسترشادية اللي هي بتاعت 2017 في عهد المهندس خالد عبدالعزيز وزيز الشباب ورياضة السابق اللي هي منه الليحة بتاعتز مالك ابطلت فنرجع للليحة اللي حطها الوزارة فهو اصلا ديها اللجنة الجديدة تبقى لايئة على الليحة لا هي الليحة بتقول انه مدير الادارة المالية ومدير النشاط الرياضي يكونوا موجودين هم مثلا ومدير عام النادي يكونوا موجودين هم كلجنة بتدير النادي عشان يبقى هم موظفين بيديروا مش حد بيعينهم ما لأ ما هو الواقع بقى انه لا احنا برضو مش خاضعة للليحة لانه هيبقى برضو معينة من جانب الوزارة فإيه السبب وراء التغيير لا معلومة برضو مؤكدة حتى الان طيب السؤال اللي بعد كده اللجنة اللي جاية وده سؤال انا فعلا متشوق جدا ان انا اسمع اجابتهم عليه وان كان اكيد ربنا يعنهم يعني لكن انا عايز اسمع اجابتهم على سؤال اخبار الوضع المالي في نادي الزمالك ايه اتمنى ما تكونش الاجابة والله دي احنا جينا ما لقناش فلوس لانه انا عارف ان الزمالك مفوش فلوس انت وانتي عارفيني ان الزمالك مفوش فلوس كل حد في الدنيا عارف ان الزمالك مفوش فلوس فما ينفعش حد يبقى عارف ان الزمالك مفوش فلوس ويجي يدير ويتصدم ان الزمالك مفوش فلوس وبالتالي اللي ييجي الزمالك دلوقتي بعد اللجنة اللي مشيت لازم يبقى جاي وعارف انه الزمالك مفهوش فلوس وعنده حلول لمشكلة ان الزمالك ما عندوش فلوس يعني مش هيكون مقبول ابدا ان يطلع بيان من اللجنة اللي جاي يقولنا فيه والله ده احنا لقينا ان الزمالك مفهوش فلوس ده احنا في ازمة مالية يا نهى ربيض مش عارفين نجدد التعاقد مش عارفين نسد مصاريف اللعيبة مش عارفين نصفر اللعيبة البطولة يشاركوا فيها لعيبة الهندبول فلوسها خلصت وبيطلبوا مستحقات السنة اللي فاتت وبدأوا يروحوا على أندية تانية بين مصر والخليج وأوروبا مش هتكون إجابات مقبولة يعني مش هيكون مقبولة أن يقولوا أن البسكت لعبته مش عارفين ياخدوا فلوسهم أو أن الطائرة مش عارفين يسافروا لأن كلنا عارفين ده في الماضي القريب والماضي البعيد فمنفعش تبقى أنت جاي دلوقتي عارف أن الوضع هي كده وتقول لنا دي مشكلة هي مشكلة فما تجيش غير وانت معاك حلها وهنا برضو هتبقى واقع على اللجنة اللي جاية وعلى من عين اللجنة اللي جاية اللي هو هتكون وزارة الشباب ورياضة فأيه برضو دي كلها تساؤلات قد يكون عندهم فعلا الإجابات قد يكون فيه دعم من رجال أعمال مرتبطين بالأسماء اللي جاية أو هم نفسهم كرجال أعمال عندهم إجابات على تساؤلات وأزمات مادية داخل نادي الزمالك ويبقى التساؤل الأهم مدى تأثير التغييرات المحتملة في إدارة نادي الزمالك على فرق نادي الزمالك الرياضية بكل تأكيد فيه تأثير يبقى السؤال الأهم هل لو الانتخابات فعلا ما بقاش فيه انتخابات في أي مؤسسة رياضية في مصر خلال الصيف اللي جاي وتم تأجيلها لسنة لأسباب ما هتبقى معروفة وقتها أنه هو منع التجمعات هل ممكن يستثنى مؤسستان رياضيتان باعتبارهما مؤثرتين جدا وجماهريتين جدا وهو نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري بمعنى بقى أن يتلاقي لها مخرج أن الانتخابات تتعمل لكن بتجمعات أقل أو بفتح مراكز انتخابية أكتر فميبقاش فيه تجمعات كتيرة في الوقت اللي تمنع فيه الانتخابات أو تؤجل الانتخابات بقية المؤسسات بما أنها كده كده هيئات منتخبة يعني إدارات منتخبة فمفيش يعني مش معينة فمش عاملة أزمة ما هو الناس الجامعات العمية هي لانتخابتها يعني هل ممكن ده يحصل نرجو أن ده يحصل لكن الوزارة رفسها قالت أنه فيش نية لتأجيل الانتخابات قالت لكن قالت فيه وقتها مش عارفين بقى أنه ستقول في الوقت المقبل ولا لأ ده في الآخر هيكون قرار حكومي سؤال جديد برضو أنه الزمالك برضو لحد إمتى هيفضل في الوضع ده ده سؤال مهم جدا أنه لحد إمتى هيفضل الزمالك في الوضع ده ليه ما بيعرفش جمهور الزمالك يناموا مرتاحين ما يزعلوش إلا لو الزمالك خسر ويفرحوا لما الزمالك يكسب ما يبقوش شغلين بالهم بأمور مش بتاعتهم أنه الإدارة اللي جاية دي بتعرف تدير ولا بتعرفش أنه الإدارة اللي جاية دي بتنفذ مخططها هي ولا بتنفذ مخططات أخرى وأنه هم ما يبقوش حاسين وعندهم حق وأنا بشيد بالأهلي في حاجة زي دي بيعملها أنه هو بيستغل ده الأهلي والزمالك قمتان رياضيتان في الوقت اللي الزمالك فيه لجان بتحاول تمشي ليوم بيوم الأهلي بمجلس إدارة منتخب بيضع حجر الأساس لستادو بيعلن عن إنشاء شركة الكرة بأسماء اللي مسكنها أسماء مجلس إدارتها بيعلن عن خطوات طبيعي جدا أن هي تزيد الفارق لصالح الأهلي عن الزمالك في الفترة اللي الزمالك فيها أصلا مش هيقدر يقوم إدارياً أو مستقبلياً لأنه عايز يمشي يوم بيوم عايز يدفع مستحقات ساسية عايز يدفع مستحقات أشرف بن شرقي عايز يعالج لعيبة عايز يدخل بطولات يكسبها يمكن مشكلات مشكلات كبيرة على أي حال لا إجابات على أغلب التساؤلات اللي طرحناها على حضراتكم دلوقتي دعونا ننتظر وربما عند الدكتور حسين السمري بعض الإجابات وهو ضيفنا بعد شوية هيقول لنا كمان هل هو استقال لأنه مش كل اللجنة أعلنت استقالتها لكن اتقال اللجنة قالت أنها استقالت يعني أعضاء اللجنة مثلا كان الكابتر إبراهيم عبدالله من شوية عضو اللجنة التنفيذية قال أنه اللجنة استقالت كان في خلال مدخلة مع الزميل أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي قبلنا بدقائق فقالها فالخبر معلم بشكل واضح يعني من جانب عضو في اللجنة لكن هل اللجنة كلها هل في بعض أطرافها مكملين هل الحلول جاية أيام مكان